محمد الشناوي محمد الشناوي كان لها تصريحات بعد المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو تصريحات وقفت عندها لسوان تصريحات في منتهى الاحترام والراجل قال أنا ما فيش حد أقال لي حمد الله عالسلامة أنا كل الناس عمالة تقول هو الشناوي اللي هيلعب ولا مصطفى شبير محدش بيقول لي حمد الله عالسلامة أنا هبقى من الناس اللي عندهم يعني شوية جرأة إن أقول لك آه عندك حق يا شناوي كلنا غلطانين بصراحة مجدبش عليك بس أقول لك السبب بتاع الغلط ده يعني الغلط ليه عزره بس إحنا فعلا ما عندناش الحماسة اللي هي بتاعت إيه الشناوي رجع يا جماعة من الإصابة الشناوي رجع ينقذ مرمى النادي الأهل وينقذ مرمى منتخب مصر وحش أفريقيا السد العالي بتاع منتخبنا ما هو ما حسش كحارس كبير بالشغف ده من عندنا بالحماسة دي من عندنا كلنا إحنا اللي بنشتغل في الأعلام وحضرتك كمشاجئة هو ما حسهاش وكان يستحق إنه يحس ده مننا بس ليه يا شناوي يا كابتن يا كبير ليه عزره هاشرحولك وهوضحولك لما يبقى الحارس كبير ببساطة كورتوة ولينون في ريال مادريد كورتوة لما كان مصاب ولينون بيلعب الناس كلها الإعلام كله في أسبانيا وفي العالم وفي كل الدنيا بيسأل مين هيلعب فاينال دوري أبطال أوروبا هل كورتوة ولا لينون إنت بحجم الحدث يعني إيه يعني إنت الشناوي فلما الشناوي كل الناس تقعد تسأل هيلعب ولا مش هيلعب ده عشان إنت الشناوي عشان إنت كبير أوش لو إنت مش حاجة مهمة ومش حاجة كبيرة مع طبيعة الحال لك الجماهية هتهتم ولا الإعلام هيهتم لك عشان إنت محمد الشناوي فما تزعلش مننا عشان إحنا من كتر تقديرك عندنا بنقعد نسأل كتير بنقعد نسأل الشناوي هيلعب ولا مش هيلعب مصطفى شوبيل هيكمل ولا برضو مصطفى برضو عمل حركة حلوة إيه هي لما الشناوي غاب ما حسسناش بالفراغ لا في النادي الأهلي ولا ألأ على حراسة مرمى منتخم مصر عشان ماشي بشكل كويس فالأسئلة دي هي أسئلة منطقية وطبيعية الغلط عندنا كلنا حاجة واحدة بس إنه فعلا ما قلناش يا جماعة الشناوي رجع أجماعة الحمد لله على سامة الشناوي أجماعة الشناوي هيرجع تاني ينور مرمى منتخم مصر ومرمى النادي الأهلي ما عملناش كده ده حقيق وكان لازم نديله هذا التأدير المناسب دي بس التناول الإعلامي أنا بشوفه إنه تناول طبيعة ومنطقة بحجم وقيمة محمد الشناوي موسيقى موسيقى